هروح مع حضراتكم للكاف شكل المباراة دي نقطة مهائفة منتعلقة أهمية الحقيقة الكاف اتكلم على بعض النقاط فيما يتعلق بعملية تنظيم المباراة اتكلم من طبعا مباراة من 90 دقيقة إذا ما تم انتهاءها بالتعادل هيتم الاحتكام لوقت إضافي بداية مش هيبقى فيه ضربات جزاء على طول لا هيبقى فيه وقت إضافي من 30 دقيقة وإذا استمر التعادل هيتم الاحتكام لضربات التركيح فيما يتعلق بالتغييرات أقر الاتحاد الأفريقي أن يكون فيه خمس تغييرات لكل فريق وإذا استمرت المباراة لوقت إضافي هيسمح بتغيير سادس لكل فريق من أصل تسع لعبين هيسمح بوجودهم على دكة البودلاء يعني كل فريق هيبتدي المباراة وعنده على البنش بره تسعة لو المباراة قلصت في الوقت الأصلي يعني هيكون مسموح لي في وقت أصلي بتاع المباراة 90 دقيقة أنك انت تغير خمسة لو استمرت وقت إضافي يبقى هيسمح كمان بتغيير سادس حسب طبعا حاجة كل فريق وطبعا أكد على النقطة اللي أكد عليها الأهلي طبعا مرارا وتكرارا لأن احنا أكتر ناسة تلسعنا من الشربة فنفخنا في الزبادي زي ما بيقول يعني أكتر فريق يمكن ضاعت منه بطولات بسبب الأخطاء التحكمية على مستوى قارة أفريقيا أنا مش بكلم على مصر اللي تسيبك من مصر دي نبقى نجيلها بعدين بس يمكن أخطاء كتيرة جدا قدت لقصارة النادي الأهلي ماتشاط كانت مؤسرة مباريات كانت فاصلة في بطولات أفريقية وأكد الالتحاد الأفريقي على وجود تقنية الفار في المباراة اللي جاية